عدم ترشح في انتخابات 22 كان هناك سبب وجيه أنا قطعت فترة علاجي في 22 واعتصمت مع إخواني النواب نعم تحققت المطالب وأتت الغيادة السياسية مشكورة في خطاب شهير وأعلنت حل بجلس 2020 المرفوض شعبيا نعم بعدها أنا طلعت كملت فترة علاجي هنا نحل المجلس وصارت انتخابات نعم بالفترة هذه أنا كملت علاجي بالخارج يعني سبب هو موضوع يعني علاجك واللي ما خلقك تنزل إلى أني أنا أساسا قطعت فترة علاجي ورجعت نعم يعني هذه فقط لماذا يعني انتخاب فقط الموضوع اللي ما خلق سعود بصليب ينزل في انتخابات 2022 وهو موضوع رحلة علاجك بالضبط والآن إن شاء الله أمورك طيبة إن شاء الله يا رب